ربع الأخير وماذا حجمها يعتمد كله على معطيات عديدة جدا أخي محمد ليس داخلية في الأردن ولكن عالمية بشكل عام بس إحنا 22 متأمنين أن تبدأ العودة القوية ما بدي أقول مثل 19 ولكن ترجع تدريجيا وإن شاء الله نبني عليها حتى تكون أقوى بعد بسنين القادمة عن عام 2019 يعني مكاتب السياحة لها الحق في المطالبة ولها الحق في إيصال صوتها وأنا دائما واجب أني أوصل صوت الزملاء في القطاع السياحي لأصحاب العلاقة ولكن كمان هناك معطيات وهناك ظروف أيضا صعبة على الدولة الأردنية أنا الأخ محمد وزملائه حكينا قبل اليومين وأنا بتواصل باستمرار معهم ترى وبلشوا يعطوا مخترحات عديدة هلأ بسعدني أنا كوزير سياحة حكيوهم على طول بس إحنا بدنا إيش القابل للتطبيق القابل أن يكون له انعكاس على الصندوق لأن أنا ما بدي أجي أفرض عليه مثل ما تفضلت تكون هناك هذه ضرائب رسوم وما شابه لأن أي رسوم هاي ليس من حق الوزارة أن تأخذها أو المصندوق هاي تعتبر لخزينة الدولة أي رسوم تضاف إحنا حتى المشاركة والمساهمة في صندوق المخاطر نسميناها مساهمة مساهمة القطاع في صندوق المخاطر وهذه المساهمة اللي هي رح نحاول نرفع من الأعباء اللي على قطاع السياحة بشكل عام حتى لا نحمله هذا الأعباء على السنوات القادمة اليوم خنكون منطقيين وطرحنا واقعي وقابل للتطبيق إذا هناك طرح قابل للتطبيق يراجع ونستشير ونستشير صحاب العلاقة القانونيين لأنه أنا ليس بالقانوني اللي أجي أقول لك أثبت أنه مواضيع الهنعكسات قد تكون سلبية على القطاع السياحة ترى يعني نحكي في بعض الأوقات ضيف 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 الضيف هاي بنا نتأكد أنه هاي تخدم المصلحة ونوصل لحل وحكيت للأخوان فيه ويسمعوني من خلال شاشتكو نقول لهم ما فيه إشي مش قابل للنقاش والدراسة بعد ما ندرسوا إذا قابل للتطبيق رح نكون واضحين معك وهذا قابل للتطبيق هذا مش قابل للتطبيق ورح نقعدكم كمان يعني ما فيش مخبة عليهم رح نقعدهم مع الأشخاص القانونيين رح نقعد معهم لهم أصحاب الاختصاص إذا أعطونا الغرين لايت أو الضوء الأخضر ونقولهم مع بركة الله احنا جاهزين نعمله يعني المحصلة احنا نبحث عن الحلول التي تستطيع أن تساعدهم وما اجتهدنا فيه من الحكومة لم يأتي من فراغ اشتركوا في القناة